لا هدنة حتى في العيد هذا ما تنتهجه ميليشيا الحوثي في الحديدة فمنذ أول أيام عيد الأضحى المبارك أنهالت قذائف الميليشيات على الدريهم والجبلية والتحيط جنوب المحافظة بشكل مكثف لتحول أفراح هذه المناسبة إلى أحزان شرق مدينة الصالح السكانية تعرضت أيضا لقصف مكثف كما لم يسلم حي المنظر جنوبا من نيران الميليشيات مواضين تلك الميليشيات لم يتشاركوا فرحة العيد بسبب القبائف التي تنهال يوميا ليلا وصبحا من تلك الميليشيات الإنقلابية كل الانتهاكات التي قامت بها ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا في محافظة الحديدة وخاصة في مديرية حيس والتحيطة والدريهمي هي نسندها للأمم المتحدة التي ضمنت بأن توقف تلك المعارك وأن تكون هناك هدنة لا طعم لفرحة العيد ولا بهجة بهذه المناسبة خصوصا في مدينة حيس جنوب الحديدة التي فقد فيها الأهالي بعض ذويهم بنيران الميليشيات الإنقلابية وقناصاتها في أول أيام العيد إذ باشرت الميليشيات بقصف أحياء وساط حيس مثيرة الهلع والخوف بين أوصات المواطنين والأطفال فيما كررت قناصة الميليشيات انتهاكاتها وأصابت مواطنين ثالث أيام العيد منهم طفلتين يفتقد أبناء الحديدة إلى أقوى العيد في الوقت الذي تمارس فيه جماعة الحوثي انتهاكاتها المستمرة منذ أشهر ولا تزال ويبدو أن وثيرتها في العيد لا تتوقف في ظل تحمل الأمم المتحدة مسؤولية الهدنة فإن المواطنين يحملونها تداعيات خروقات الميليشيات الحوثية اليومية وما ينتج عنها من أضرار مادية وخسائر بشرية في صفوف المواطنين الذين يتجرعون ويلات انتهاكات الميليشيات منذ ثمانية أشهر من الهدنة المفترضة بلال الصبر الإخبارية